السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وبعد ايها الاحباب الكرام سعداء بهذا اللقاء المبارك الذي نريد ان نخصصه للحديث عن فضل شهر رجب ربنا سبحانه وتعالى يقول في هتابه العزيز ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن انفسكم ربنا سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ان يفضل بعض الشهور على بعض وان يفضل بعض الاماكن على بعض وانه جعل لبعض الايام والليالي اسرارا وافضلية لا يدركها الا هو سبحانه وتعالى لهذا قال نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم ان لربكم في ايام ذهركم نفحات فتعرضوا له لعله ان يصبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها ابدا فنحن معشر المسلمين ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا واضلنا في هذه الايام شهر عظيم من الاشهر الحرم العظام التي امر الله تعالى بتعظيمها وهو شهر رجب شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية الذي تعددت الاحاديث في فضائل الاعمال فيه كان من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا رأى هلال الشهر رجب يقول اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير وكان يضيف قائلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلة يا ارحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يكثر الاذعية حينما يرى هلال الشهر رجب فيقول اللهم وأعن على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغد البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش أن هذا الشهر رجب هو تذكير بقرب ووشوك بزوغ فجر شهر رمضان بعد رجب هناك شعبان ثم هناك رمضان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يسمي شهر رجب بالشهر الأصب واشتهرت هذه التسمية رجب يسمى شهر الأصب الشهر بين الناس بين الصحابة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يصب في رجب الرزق والخير صبا صبا كان المسلمون يجدون أرزقهم تزيد في رجب وكانوا يلاحظون بأن مرضاهم تشفى في رجب ويلاحظون بأن الخيرات تتكاثر في رجب لهذا كان الناس يكثيرون فيه من الدعاء لأن الله تعالى يصب فيه بركاته وقبوله للدعوات وعلينا أيها الأحباب الكرام أننا نردد طول الشهر رجب اللهم صب علينا خيرك وفضلك وعافيتك صبا صبا اللهم صب علينا خيرك وفضلك وعافيتك صبا صبا كذلك يسمى شهر الرجب بسهر رجم رجم بالمين لماذا؟ لأن فيه ترجم الشياطين وماردة الجن يرجمها الله تعالى حتى لا تؤثر في عباد الله المؤمنين من خلال الوسوسة ومن خلال النفس وهذا الشهر الفضيل وقعت فيه أحداث مهمة للغاية في تاريخ الإسلام يكفي أنه في ليلة السابع والعشرين من رجب وقعت معجزة الإسراء والمعراج التي هي من أعظم المعجزات التي أكرم بها الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ووقعت أهلات أخرى عظيمة في شهر رجب مثلا في منتصف رجب من السنة الثانية للهجرة سيأمر الله تعالى بتحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة فقد ذكرت القبلة للمسلمين أول الأمر نحو بيت المقدس في فلسطين وكان سيئي بن النبي يتمنى أن تكون القبلة في الكعبة المشرفة بمكة المكرمة موقع إبراهيم فنزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وقد وقع ذلك في منتصف شهر رجب من السنة الثانية للهجرة أيضا شهر رجب يذكرنا بالانتصارات المجيدة التي خضت الأمة الإسلامية يكفي أن تذكر غزو التبوك وما أدراك ما غزو التبوك التي كان فيها المواجهة بين المسلمين والمشركين وكانت فصولها غريبة وفي الختام انتصر المسلمون ذلك كانت في شهر رجب كذلك في شهر رجب تمكن القائد صلاح الدين الأيوبي من تخليص المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين وقع ذلك في شهر رجب فهذا شهر مبارك تقع فيه أحداث جليلة وعظيمة وهو من الأشهر المحرمة التي حرم الله فيها القتال إلا أن يبادر العدو إليه إلا أن يكون العدو إليه كما سلف في حلقة سابقة ذكرنا بأن القتال في الإسلام هو بفاعي وليس هجومي هو ليس استباقي أبدا هو بفاعي عن بيضة الإسلام فربنا عز وجل حرم القتال في الأشهر الحرم ولذلك قال عز وجل إن عدة الشغور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم الأشهر الحرم منها شهر رجب هي كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وراجب مضر الذي بين جماد وشعبان هذه أشهر فيها حرام القتال إلا أن يبادر العدو فيه وذلك لتأمين الناس وخصوصا تأمين الطريق لزائر المسجد النبوي الشريف أيضا من ينتهك حرمة هذا الشهر الفضيل فإن الذنب يكون أشد من غيره من شهور السنة لهذا ربنا عز وجل نهان عن الظلم وارتكاب المعاصي في هذا الشهر الفضيل فقال تعالى فلا تظلم فيهن أنفسكم فلا تظلم فيهن أنفسكم فالواجب على المسلم الإبتعاد عن الظلم خصوصا ظلم نفسه هناك من يظلم نفسه بأن يشترح الذنوب والسيئات ويقارف الآثام والخطيئات هذا أعظم الظلم ثم ظلم الآخرين ظلم الآخرين إما ظلم الزوجة أو ظلم الأبناء أو ظلم الجيران أو ظلم المستخدمين أو ظلم الدول بعضها ببعض ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام أي لا تحلوا حرمة الله في هذا الشهر الحرام وكذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في هذا الشهر الفضيل أن نكثر من الحسنات من صلاة ونوافل وصيام وغيرها وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصم كثيرا في رجب ويروى أنه قال كل الناس جياع يوم القيامة إلا الأنبياء وأهلهم وصائم ورجب وشعبان ورمضان فإنهم شباع لا جوع لهم ولا عطش لأن يوم القيامة يوم الحساب سيكون ألف سنة اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون والناس سيشعرون بالجوع وبالعطش إلا الأنبياء وأهلهم يشعرون بالشبع وكذلك من كان يصوم في رجب وشعبان ورمضان كل هؤلاء يشعرون بالشبع لا جوع لهم ولا عطش ففي هذا الشهر الفضيل يستحب أن الإنسان يكثر من المواضب على النوافل خصوصا نوافل طاعات إما من صلاة وإما من صيام وإما من صدقات وغيرها من القربات وطبعا إذا كنا نحافظ على النوافل فمن بأولى أن نحافظ على الفرائد والواجبات ولا نضيعها لأن هذه الشغور هي مباركة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال شهر رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي وفسر ذلك العلماء أن رجب شهر الله أنه يستحب أن نكتر فيه من قولنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هذا معنى رجب شهر الله وشعبان شهري يعني في شعبان نكتر من الصلاة على النبي المختار لأن فيه نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي في النصف من شعبان رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي بمعنى أن في رمضان نكثر من تلاوة القرآن العظيم فهذه الشهور هي شهور فاضل مباركة عند الله تعالى وهي بمتابة الاستعداد لشهر رمضان فالمؤمن يدرب نفسه على العبادات والأذكار وقراءة القرآن من الآن من رجب إلى شعبان حتى يدرك رمضان فيكون مستعدا بأن يحصل أكثر من الحسنات وأكثر من الخيرات ووجب التنبيه هنا إلى خطأ يقع فيه بعض الناس خصوصا النساء أنهم في أول جمعة من شهر رجب أنهم يزورون المقابر ونحن اليوم في أول جمعة من رجب لأن أول رجب كان يوم الاثنين ونحن أول جمعة في رجب هذه أول جمعة مباركة فبعض النساء وبعض الناس خصوصا النساء أنهم يعتقدون أن زيارة القبور في أول رجب فيها ثواب أكثر وأن الله يرد الأرواح على الأموات أدى كله كلام ربما من الزيادات ففعلا زيارة القبور هي تنفع في كل وقت وحين سواء في هذا اليوم أو في غيرها من الأيام والميت ينتفع فعلا بزيارة أهله لأن الميت في قبره يستأنس يستأنس بزيارة أهله وأحبابه والحي يأخذ الأجر والثواب بالزيارة وأيضا يتعظ لما يرى المقابر فهذا كله خير لكن ليس هناك تحديد أول جمعة في شهر رجب هذا ليس لا أصل في الدين فهذا فقط من باب التنبيع على بعض العادات والتقاليد التي يعتقدها بعض الناس هو يوم من أيام الله يجز فيه أعمال الخير من صيام وصدقة وصلاة وصلة رحم وأعمال بركلغة مطلوبة في هذه الأيام فاللهم بارك لنا في رجبا وشعبان اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم أمين يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة